اشتركوا في القناة كل زيان بس خلافاتهم من نذكرها لو فضاها الأمام لن نذكرها ليش تذكرون فضائلهم تلك أمة قد خلت لها وما كسبت فقط السلبيات لن نذكرها لأنها تهدم مجموعة من العقائد والأمور الإيجابيات ليش تذكرونها ليش تذكرون فضائلهم ليش تخالفون هذه الآية حسب تفسيركم وليست الآية بهذا المعنى الآية ليست بمعنى انه لتذكروا الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة للسابقين وإلا القرآن مليء بالذكر أعمال الأمم السابقة والأنبياء وأعمال الأبناء الأنبياء الأعمال الصالحة والأعمال غير الصالحة هي قصة يوسف هو نفس المكان اللي هاي الآية من سورة البقرة مذكور تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون نفس هذه السورة قبل هذه الآيات الله سبحانه وتعالى يذكر قضايا وقصص أنبياء بني إسرائيل يعقوب وأبناء يعقوب وإبراهيم وغير ذلك بل الله سبحانه وتعالى في القرآن يقول لقد كان في قصصهم عبرة الإيجابيات تذكرها السلبيات تذكرها إحنا من وين وصلتنا هذه الإيجابيات أو السلبيات كتب علماء الإسلام إحنا لن نذكرها أما علماء الإسلام ذكروها في كتبهم شنها التناقض إذا ذكرها سيئ لماذا علماء الإسلام ذكروها في كتبهم في أحاديثهم في صحاحهم وإذا ذكرها مو سيئ لماذا نحن لا نذكرها إذا واحد صحابي أخطأ أو أذنب لماذا نسكت مع أننا نريد أن نأخذ ديننا من هؤلاء نريد تأخذ دينك منهم ولازم تعرفهم منهم وماذا جرى على المسلمين في الصدر الأول لنعرف ماذا كان يريد رسول الله صلى الله عليه وآله منا ماذا الآن نعمل ماذا نعتقد من نوالي نتبرأ ممن هذا كله يتوقف على معرفتنا بما جرى في صدر الإسلام فلذلك الاستدلال بهذه الآية تلك أمة قد خلت هذه مغالطة هذه الآية تريد أن تقول أنتم لستم مسؤولون عن أعمالهم يعني إذا واحد من الأنبياء عمل صالحا أنا مو مسؤول من عمله ولا أذهب على عمله إذا واحد من أعداء الأنبياء كان طالحا غير صالح وأذنب أنا مو مسؤول عن عمله ولا أعاقب على عمله لا تزر وازرة وزر أخرى لكن هذا ليس معنى أن لا أعتبر والله سبحانه وتعالى يذكر قصصهم قصصهم للاعتبار ثم يقول أنتم مو مسؤول عن عمله تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون موسيقى 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 موسيقى